اشتركوا في القناة مباراة دجلة في المركز الأول باكتساح الحقيقة للأصوات حسين الشحات اللي قدم واحدة من أفضل مطشاته في الموسم مع الأهلي في المركز الأول أما في المركز الثاني فكان معلول علي معلول اللي كان حاضر وإن كان الحقيقة يمكن موفقش في أكتر من مباراة لكن دايما كان حاضر مع اختيارات جمهور نادي الأهلي المطش ده قدر يحسب المركز الثاني لصالحه ويضيف لرصيد ونقطتين وفي المركز الثالث كهرباء كهرباء اللي برضو كان حاضر في المطشات الأخيرة لكن في الأمطار الأخيرة ما قدرش أنه يحتل مركز من المركز الثالثة لكن كان حاضر بشكل كبير ضمن اختيارات جمهور النادي الأهلي وفي مباراة دجلة خد المركز الثالث وضاف لرصيد ونقطتين نروح لمطش السيراميكا مع حضراتكم سريعا سيراميكا الحقيقة كلاكات تاني مرة وشكله كده نويها على لعب شهر تمانية في النادي الأهلي حسين الشحات برضو بيفوز بالمركز الأول في مباراة سيراميكا لفترة عشان كده كنت لسه من ثواني وسيطة في السادسة بقول لكم ايه الشحات الحمد لله على السلامة هو ده الشحات اللي احنا مستنين يعني الشحات يليق بك انك انت دايما تبقى بتنافس تبقى دايما حاضر تبقى دايما واحد من الثلاثة الأوائل الشحات في المركز الأول وقفشة في المركز الثاني بنقطتين فرقوا معا كتير جدا في الجدول وخدوه سنة لقدام بعيدا عن محمد شريف أما المركز الثالث فللعب المقاتل الحقيقة اللي كل ما بيظهر يبعد يبعد لكن لما يظهر حاضر وفي أحسن مستوى وفايق ومطمئن وجمهور النادي الأهلي بيحبه وبيصق فيه ياسر إبراهيم في المركز الثالث في مباراة سيراميكا كيوباترا التغييرات دي وصلتنا الفين تعالوا نشوف مع حضراتكم طبعا في المركز الأول برصيد 34 نقطة مازال المالي الدبابة أليو جانج 34 نقطة في المركز الثاني الشناوي 28 نقطة التالت بينفرد بي بعد ما كانوا متساويين لكن النقطتين اللي خدهم في مطش سيراميكا فرقوا مع محمد مجدي أفشا وخلوه ينفرد بالمركز الثالث 28 نقطة الرابع محمد شريف 26 نقطة أكرم توفيق الساروخ بسرعة الساروخ عدى الناس كلها كده واحتقال الخامس برصيد 19 نقطة بدر بنون الغايب قاله فترة مازال محافظة عن مركز السادس ب16 نقطة الشحات قفضة عملاقة في المركز السابع ب16 نقطة وفي المركز الثامن علي معلول 13 نقطة وتتوالى طبعا الأسماء في قائمة الندي الأهلي